كما وانطلقت تظاهرة كبيرة في مدينة ناصرية طالبت بتحصين الخدمات واجراء الإصلاحات وتوفير فرص للعمل لأبناء المحافظة وفد مصدر طبي بدائرة صحة ذيقار بأن مستشفى الحسين التعليمي بمدينة ناصرية استقبلت ستة جرحة من المتظاهرين المدنيين أثناء تفريقهم من قبل الأجهزة الأمنية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من أمام منزل المحافظة اشتركوا في القناة